تترقب أعين هؤلاء وأيديهم على الزناد كل المطربصين بأمن هذه المحافظة التي ظلت النموذج الأبرز للسلام وبعيدة عن سياسة الفرز المناطقي بهذه الصورة يتم وصف الحالة الأمنية بمحافظة المهرة التي استطاعت أن تنجو بنفسها من الفوضى وتحافظ على وحدة نسيجها الاجتماعي الحمد لله في هذه المحافظة أفضل من غيرنا بكثير في عندنا أمر استقرار عندنا القوات الأمن ومسلحة كنا في الصف واحد نعمل كفريقة واحد تحت دار السطن المحلية نعرفين أن هذه المحافظة والبلاد بشكل عام تمر في أزمة نحن في حالة حرب أزمة اقتصادية خانقة لكن لكل زمن له رجالها ونحن الله سبحانه وتعالى اختارنا في هذا الزمن بالتالي نكون قد التحديات وأنتم رجال نعتمد عليكم وظن بكم كبير وإن شاء الله بذلنا تعالى نودي هذه الأمانة حتى يتفعل الله سبحانه وتعالى أننا نحافظ على هذه التربة نحافظ على هذه المحافظة كل تلك الإنجازات التي تحققت جاءت كثمرة لجهود القيادات الأمنية التي سعت لبناء وتاهيل أفرادها بمختلف الوحدات وغرص قيم الولاء الوطني للدفاع عن المكتسبات ووضع حد لكل الإختلالات كل الناس الموجودين وهذا شيء طيب في هذا الجانب يجيب أن يكون عندنا الحس الوطني في هذا الجانب معنا نعرف منه اللي ساكن في الحارة حقنا ومن فين مصدره من يجي عنده معنا من هنا الأمور تكون مضبوطة المنع حق الشرط وعنات كل الناس مؤيدين وأن يكون منتظم وينتظى لأن في محافظة المهرة كان ماشي شرط وعنات ما نعرف لكان من فترة خمس سنوات أو سبعة سنوات وكذا جاءوا شرط وعنات وبالتوازي مع تلك التحركات كانت دور المجتمعي حاضرا في مساندة الحملات سواء لضبط المطلوبين أمنيا أو منع ظاهرة الجرف العشوائي للأسماك بالإضافة إلى تضييق الخناق على عصابات تهريب الممنوعات بشتى أنواعها أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة